السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم وهذه حلقة جديدة من برنامج في خدمتكم مشاهدين الكرام اليوم حلقتنا راح تكون حلقة خاصة لشريحة كبيرة شريحة قدمت تضحيات من أجل هذا البلد إلا وهم شريحة شهداء وجرحى الحجد الشعب المقدس هذه شريحة كبيرة لقدمت عزمة تملك في أرواحهم وكذلك أجسادهم من أجل الخلاص من الفئة الضالة داعش وأمثال داعش ومن يتبع داعش اليوم احنا راح نسلط الضوء على هذه المؤسسة ونضع أسئلة تخص المستفيدين من هذه المؤسسة ومن خدماتها كان لنا اتصال مع الأخوة في مؤسسة الشهداء في أعلام مؤسسة الشهداء ومتفضلين تم الاتصال سيد المدير للعام مدير دائرة شهداء الحجد الشعبي التابعة إلى مؤسسة الشهداء اليوم ضيافتنا الدكتور طارق المندلاوي مدير للعام السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور حازم وشكرا لقناة الأيام وأيضا تحية طيبة لكل مشاهدي قناة الأيام وخاصة ذوي الشهداء والجرحى من أبناء القوات المتسلحة وكذلك شهداء الحجد الشعبي وجرحاه أحسنتم بارك الله بكم دكتور دكتور طارق نحن دائما ما نفتح حلقاتنا هو بتوضيح المواطن يعني عن ضيف الحلقة اليوم وما هي صلاحياتها ما هي عملها ما عمل دائرتها حتى يعرف المواطن في بداية مستهل الحلقة آلية عمل الحلقة اليوم نعم دائما نعمل بالآليات وهذا صلب عملكم نعم نعم أكيد نتعرف الدائرتك دكتور دائرة شهداء الحجد الشعبي تأسس طبعا استنادا لقانون رقم 2 لسنة 2016 قانون مؤسسة الشهداء وطبعا تدري أنه بداية الفتوى كانت في داعش ستة 2014 عندما لبى أبناء الشعب العراقي من كل تنوعهم عربا وكردا وتركمانا وشبك والأزيديين والصابئة والمسيح والسنة والشيعة فالجميع لبوا هذا النداء المقدس نداء المرجع الأعلى سماحت آية الله العظمى السيد علي الحسين السستاني دام ظله الوارف فذهب الناس إلى جبهات القتال وحملوا السلاح وكانت ملحمة كبيرة جدا وبالتالي هؤلاء الذين استشهدوا لم يكن هناك غطاء قانوني يحميهم فكانت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عندما تأسس تم التسويت على قانون الحشد بال2015 لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين اعتبر أن هؤلاء هم امتداد لأولئك الشهداء الشهداء الذين قارعوا النظام الدكتاتوري البائد وكان على رأسهم الإمام الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه مفجل الثورة الإسلامية فعلى اعتبار أن هؤلاء كانوا أيضا من أبناء الشهداء وأبناء السجناء وغالبيتهم كانوا من الطبقة الفقيرة والطبقة اللي دائما تلبي نداء المرجعية وفي ظل النداء المرجعية لذلك ذهب هؤلاء الشباب والتحقوا بجبهات القتال قسم منهم كانوا في بدء العمل كانوا مع وزارة الدفاع وقسم آخر انخلطوا مع وزارة الداخلية فلدينا شهداء الحشد في وزارة الداخلية وشهداء الحشد في وزارة الدفاع وحتى أولئك اللي سميوا بالصحوات وأنا قبل أيام كنت في مدينة الفلوجة محافظة الأنبار الصحوات أيضا التحقوا مع هؤلاء من محافظات متعددة الأنبار وصلاح الدين وكانت موصل وكانت على رأس شهداء الحشد الأخت الشهيدة أميهة من محافظة صلاح الدين فكل هؤلاء التحقوا ودافعوا عن العراق وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون فشرع من قبل مجلس النواب لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين على ذلك كان الأستاذ عبدالله نائلي هو رئيس اللجنة فالحمد لله صارفة جو كبير أن هؤلاء يجب أن يكونوا في مؤسسة الشهداء ويكون قانون لهم يحميهم من حيث الحقوق والامتيازات فكان قانون رقم 2 لسنة 2016 اللي بموجبة ألغى قانون رقم 3 لسنة 2006 اللي توسع عمل مؤسسة الشهداء بها يعني كان ضم فقط فئة واحدة مؤسسة الشهداء هم شهداء جرائم حزب البعث الآن أصبح لدينا أربع دوائر كل دائرة تهتم بفئة معينة وبعمل معين الدائرة الأولى هي دائرة الشهداء جرائم حزب البعث والدائرة الثانية اللي هي دائرة شهداء الحجد الشعبي والدائرة الثالثة فهداء جرحة يعني نعم نعم واشد جرحة والدائرة الثالثة هي دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية اللي بموجب قانون رقم 2 استحدث هذه الدوائر والدائرة الرابعة اللي هي دائرة المقابر شؤون المقابر الجماعية هذه أربع دوائر عامة موجودة في مؤسسة الشهداء كل دائرة تهتم بفئة معينة من الشهداء وتمنع حقوق وامتيازات ما نص عليه قانون رقم 2 لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 فمؤسسة الشهداء تقوم بتقديم خدمات لذوي الشهداء الفئات الثلاثة وأيضا تقوم بمنح الامتيازات يعني الحقوق واضحة اللي هو الراتب التقاعدي بدلا أقل الراتب التقاعدي هو كل الراتب التقاعدي لكل شهداء الفئات الثلاثة سواء كان شهداء جرائم حزب البعث أو شهداء ضحايا الإرهاب أو شهداء الحجد الشعبي مقدارها حسب ما نص عليه القانون ثلاثة أضعاف الحد الأدنى من الراتب التقاعدي اللي هي مقدارها مليون ومتين إذا كان الورثة واحد فيستحق 80% من الراتب التقاعدي وإذا كانوا اثنيا يستحقون 90% من الراتب التقاعدي إذا كانت ثلاثة الورثة فما فوق يستحقون اللي هو ثلاثة أضعاف اللي هي راتب كاملة مليون ومتين يتم تدوين البيانات من قبل مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية ويمنحون هؤلاء روات التقاعدية حسب ما نص عليه القانون أما فيما يخص الجرحة عفوا بما أنه دخلنا في هذا الموضوع موضوع ترجم عاملات فهو كان لدينا محور لا بأس أن نطرح سؤال إذا كان هناك أكثر من شيء ما شاء الله وعوائل فقدت خمسة من أبنائها شهداء في معركة داعش هاي كيف راح تحسب يعني نعم طبعا موضوع الشهداء يعني أكو بها تفاصيل بالقانون يعني حتى لا نستغرق بالوقت ونخلي المشاهد أيضا يستفيد من المعلومات إحنا عدنا إذا كان الشهيد أعزب ووالداء متوفيان الراتب التقاعدي تنتقل للأخو والأخوات وتنقسم بيناتهم حتى ولو كانوا موظفين مدة معينة طبعا هما يعني عشر سنوات إلى خمسة وعشرين سنة حسب ما نصع عليه القانون وتنقطع إذا كان الشهيد متزوج وعند أطفال والدي الشهيد متوفيان فالزوجة هنا إلها استحقاق إلها استحقاق مع أولادها وإذا كان الوالدين موجودين على قيد الحياة والدي الشهيد تنقسم الراتب هنا بين والدي الشهيد الزوجة والأطفال تطلع هذا شلون واضح أيضا الموضوع الجرحى موضوع الجرحى عفظ ما وجودنا على الترويج 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 شهداء الحشد يتم ترويج معاملاتهم عن طريق لجنة ثلاثية موجودة في كل وزارة وجهة غير مرتبطة بالوزارة يتم المصادق عليهم وإرسال أضابيرهم إلى مؤسسة الشهداء مؤسسة الشهداء تمنح بقية الحقوق وترسل إلى هيئة التقاعد الوطنية أما فيما يخص غير الموظف العدد بمجموعهم سواء كانوا شهداء أو جرحى عن طريق اللجان الفرعية المنصوصة عليه بالقانون قانون رقم عشرين لسنة ألفين وتسعة وتعديلاته وحسب المادة ستة هناك لجنة يترأسها قاضي وبمعية ممثلين عن الوزارات الدفاع والداخلية الصحة والعدل المحافظة ومؤسسة الشهداء بمجموعهم هؤلاء سبع يكونون هما ينظرون بالمعاملة بعد ما يتم تدقيق البيانات عن طريق التدقيق الأمني ومجالس التحقيق اللي تجي من الوزارة الداخلية عن طريق مراكز الشرطة ومصادقة قاضي التحقيق ومن ثم أيضا إذا كان مشمول أو غير مشمول بهيئة المسائلة والعدالة كل هذا العمل يتم عن طريق اللي جان الفرعية ومؤسسة الشهداء يعني حصرا يعني الآن إحنا عندنا لجان فرعية في كل المحافظات وفي بعض المحافظات خلينا أكثر من لجنة يعني في الموصل ثلاث لجان في صلاح الدين هناك ثلاثة لجان في الأنبار لا لأنه العمليات الإرهابية صارت أكثر فيها المحافظات ركزة في بغداد عندنا خمس لجان في ديالة عندنا لجنتين بقية المحافظات على لجنة لجنة تقريبا الوسط والجنوب انتهت يعني الحمد لله ماكو أرهاب بعد العمل تقريبا انتهى يعني شبه فبالتالي لدينا لجان فرعية هي مختصة في هذا الشيء أما فيما يخص الوزارات سواء كان مثل هيئة الحجر الشعبية أو وزارة الدفاع أو الداخلية لجان تحقيقية تقوم بالمصادقة عليه وترسل بياناته إلى مؤسسة الشهداء وتوثق حسب قاعدة البيانات الموجودة عندنا فبالتالي هؤلاء احنا كدائرة شهداء الحجر الشعبي لدينا حوالي عشرة آلاف شهيد موثق بياناتهم فقط الحجر الشعبي فقط الحجر الشعبي اللي لبوا نداء المرجعية الدينية من دعش ستة 2014 اللي استشهد إلى يومنا هذا يتم توثيق بياناتهم ولدينا تنسيق عالي مع الأخوة في هيئة الحجر الشعبي ومؤسسات الهيئة وأيضا لدينا 18 مديرية في كل المحافظات لمؤسسة الشهداء تقوم بتوثيق البيانات وخذلك منح الحقوق والامتيازات بالنسبة لذوي الشهداء منها موضوع قطعة الأرض قبل أن نتخلل على قطعة الأرض يعني أنت تفضلت بهذا السن بخصوص الشهداء الجرحة هنا نعم الجرحة لدينا أيضا بياناتهم موثقة من قبل هيئة الحجر الشعبي وترسل هذه البيانات إلى مؤسسة الشهداء عدنا 26 ألف مصاب موثق بياناتهم بشكل كامل يعني وأحنا هؤلاء الجرحة لهم أيضا حقوق يعني إذا كان نسبة الإصابة 50% فما فوق يستطيع أن يجمع بين الراتبين 50% فما فوق 50% فما فوق لحد يعني 100% يعني حسب هذا الآن في وزارة الداخلية الدفاع الآن مطبق يعني نحن صراحة كان هناك أيضا يعني مخاطبات بيننا وبين هيئة الحجر الشعبي على أنه الجرحة إذا كان أقل من 50% هؤلاء لحد 30% طبعا هؤلاء لهم أيضا حق منصوص عليه بالقانون وهو موضوع قطعة الأرض يعني 30% هذا ساري القانون ساري هذا هذا مقانون هذا سيسري على الجميع يعني لا يجوز مخالفة القانون بأي شيء من الأشكال قانون شرع في محس النواب ونشر في جيدة وقاة العراقية ويجب أن يكون تطبيقة بس أكو تلكه هذا ما يؤسف له أكو تلكه من قبل بعض المحافظات في موضوع تخصيص قطعة الأرض يعني أولا من المفترض كان قانون الموازنة عادة تنص عليه في كل 2018 2017 و19 قانون الموازنة اللي كانت موجودة دائما نخلي إحنا فقرة كمؤسس الشهداء ويا لجنة الشهداء نقول لهم يجب أن يكون تخصيص الأراضي لذوي الشهداء بالأولوية الأولى وفي أماكن جيدة الأماكن الجيدة المعنى منها شنو يعني مخدوم مو يسوى لهم مليونين ثلاثة أربعة لا يكون مكان جيد يليق بعائلة الشهيد هذا أقل استحقاق هذا أقل استحقاق ولولا دماء الشهداء وهؤلاء الشهداء ما كنا اليوم ننعم بهذا الأمين والسلام فاللي حقق الشهداء إنجاز كبير مو للعراق فقط للمنطقة وللعالم فبالتالي يجب أن يكون هناك تكريم خاص لهؤلاء خصوصا عوائلهم العوائل أكثر أغلب عوائل الشهداء الحشد أنا قلت لك من الطبق الفقير المعدومة وما يؤسف له لحد الآن أنا أقول أنا كمسؤول الآن مقصر أمام عوائل الشهداء وخجل أمامهم شغل يعني والله تاخدون بس الراتب شنو الراتب من المفترض أن يكون لهم بيوت لائقة بهم أولادهم يعلمون في أحسن المدارس من المفترض أن تحمل كل مدرسة وكل شارع وكل زقاق أسماء الشهداء نحن صراحة مقصر كمؤسسة الشهداء كهيئة الحجر الشعبي جميع مؤسسات الدولة العراقية كلها مقصرة أمام هؤلاء ودين هؤلاء ودماء هؤلاء صراحة هو في رقابنا يجب أنا أذكر ولو دكتور حازم أقطع أنا شفت صراحة في الجمهورية الإسلامية السيد الإمام الخامنئي الله يحب بالظهر يعني شفت بنفسي يروح يزور عوائل الشهداء أنا ما شفت يعني قليل من المسؤولين العراقيين مع أنه كان هناك كنت في خانقين قبل أيام ورحت إلى عوائل الشهداء زرتهم قالوا إحنا أبو مهدي كان يجي يزورنا رحمة الله على روح الطيبة بل أنه أكو عائلة حسين منصور الشهيد حسين منصور وهو من قال إحنا زارنا حجر قاسم سليماني اللي لبيت هنانا إجعل زارنا يعني شوف هؤلاء كانوا ما ينقطعون أبدا عن زيارة الشهداء وعوائل الشهداء يعني كانوا يزورون وآنا طبعا هاي العائلة اللي في خانقين رح أزارتها عدها ثلاثة شهداء في يوم واحد ثلاثة شهداء في الحجد الشعبي اللي هو شهيد محمد شهيد حسين شهيد أحمد أحمد وسيف ثلاثة شهداء أخوان من عائلة وحدة أولاد عبدالله سالم الزرقوشي وهو كردي فيلي وحتى ذكرهم في خطبة يوم الجمعة شيخ عبد المهدي الكربلائي ذكرهم قال ما نكو عائلة أي شيء يعني الرابع أصيب أمة خابرة تقولها لا ترجع الله يعني شوف هؤلاء الأبطال هؤلاء العظماء يجب أن يصير لهم تقديس حقيقة يعني حتى الأجيال التي جي تتغنى بالشهداء ويصير عندنا جيل قوي تدافع عن العراق يعني واقعا يعني أنا أقولها ومو إحنا نجيب عوائل الشهداء لا إحنا نروح نزورهم إحنا نبوس إيديهم نبوس إيديهم أنا أتذكر زيارة يعني الأخ كان رئيس السلطة القضائية رئيسي رئيس الجمهورة إيه إيجي إلى العراق قال أنا أريد أشوف عوائل الشهداء كلفني سيد رئيس موزي الشهداء نجمع عوائل الشهداء الحشد وعوائل الشهداء ضحاء الإرهاب وعوائل الشهداء جرائم حزب البعث ورحنا إلى الأخوة لقاء كبير أعتقد هو كان مسؤول ملف شهداء لا لا لقاء كبير كان مع عوائل الشهداء أنا شفت أحد الأخوة مسؤولين الإيرانيين والله شاف امرأة تركمانية من التلعفر عدى عشرة شهداء عشرة عشرة شهداء عدى أبنائها باقي بس عدى ابن واحد يعني بالحشد كانوا بنته وتسع أولاد عدى استشهدوا كلهم واحد على يد النظام البائد وتسعى في ضحايا الإرهاب ضحايا الإرهاب يشهد الله والله أنا شفت هذا الأخ المسؤول للإيراني هو مسؤول كبير لا أريد أن يكون اسمه يعني يعني قال لله أريد أقبل رجليتك أنت شون امرأة صامدة به امرأة هي عمرها الآن 85 سنة الله يطيها العمر إن شاء الله والله لزم طرف عبايتها قال زين أنت ماذا تخليني بس كح العيني طرف عبايتك نزع مناظره وقام يكح العيني بطب ورئيسي يترجاها إبراهيم رئيسي يقول أرجوكي أنه أنت تشفعينه يوم القيامة يوم الإمام الحسين عليه زين وهي تقول كل من ذولها في دول الإمام الحسين شوف هذا الاهتمام بملف الشهداء وهذا صراحة يعني الجمهورية الإسلامية رائدة في هذا الموضوع يجب أن نستفيد من تجربته كبنيات شهيد اللي كان ينطي للشهداء العراقيين ولا زال هناك شهداء عراقيين واستجهدوا ولا زال يمنحون رواتب ومخصصات وحقوق وامتيازات وإحنا اللي يجوي سواء كانوا إيرانيين أو عراقيين أو لبنانيين عرب كانوا جاء ودافعوا عن العراق دولة كون يصير لهم فتشي يعني بالعراق وإحنا مشكلة يصير بالعراقين ما قاعد يطلو دكتور زين جيد هذا اللي طرحت واضح وصريح لكن من المسبب عسه أنت دي تحتي رجل دولة من المسبب والله هي الأسباب من اللي أخذ استحقاقه أبو الحشد الشهيد اللي هم توج تاج العراقيين شهداء دكتور يعني الأسباب هي متعددة صراحة وحدة من الأسباب الرئيسية يعني لازم يكون تخصيصات مالية كافية لذوي الشهداء إذا ما نخلي يعني الآن إحنا إذا تجي للبيانات من المؤسسة الشهداء منذ أن تأسس بالألفين وسته استعقاقات ذوي الشهداء جرائم حزب البعث أولئك الشهداء الأبطال العظماء اللي وقفوا في وجه أعتى دكتاتورية على الأرض لحد الآن كثير منهم لم ينالوا استحقاقاتهم هذا واحد سببها سببها العجز المالي ولا بد وأنه يكون لمؤسسة الشهداء القدرة يعني ما شنو هي الوسائل الممكن انقوي بمؤسسة الشهداء ما أنا قلت تجربة في الجمهورية الإسلامية بنيات شهيد الآن تقرض الدولة الدولة الإيرانية تقترض من مؤسسة الشهداء له لأنه عدها استثمارات عدها معامل عدها مستشفيات لمؤسسة الشهداء مؤسسة الشهداء إذا ما يكون إلى قوة وقدرة في بناء نفسها ما تقدر تمنح حقوق يعني الآن نحن دائما رئيس مؤسسة الشهداء دائما يذكر في كل مناسبة تخصيصات لمؤسسة الشهداء مو فقط نوزع أموال نحن نريد نقوي البنية تحتية لمؤسسة الشهداء حتى هي تقوم نفسها تسوي يصير عداء استثمارات قوية تصير عداء معامل تصير عداء مصانع تشغل أبناء الشهداء وهذا شيء مهم جدا يعني نعتمد على موازنة الدولة العراقية الموازنة يومية نفط نازل ويومية نفط صاعد ويومية كذا ويوم فلذلك أنا من يجون عوائل الشهداء يمي صراحة يعني محتاجين يعني شنو نعطيهم يعني يعني احنا صراحة حتى هذه بدل الوحدة السكنية جاي نوزعها على دفعات عشر ملايين يعني سنة ورا سنة ورا سنة يعني شنو يعني شنو مجد المبلغ الكلي خب أنا أبني لهم مجمعات سكنية محترمة في أماكن قوية حتى هما يستفادوا منها وبعدين راتب الشهيد ترى تري شنو وباع شو فنان مصيبة والطامة الكبرى اللي كل ساعة واحد لاحقنا عليه وكل واحد لاحق عليه ترى راتب الشهيد اش قد مو قلت لك مليون ومتين هو مليون ومتين العائلة كلها تأخذها والله تنقسم بين العائلة يعني اذا الاب والام موجودين وثلاث اولاد للشهيد وزوجته يعني تنقسم بين ستة كل واحد حقيقية جذرية انا ادعو الاخوة في مجلس النواب وان شاء الله تشكيل هذه الحكومة برئاسة الاخ محمد الشياء السوداني وهو ابن شهيد ومن ذوي شهداء اكثر من ستة من عائلتها من شهداء معروف وهو ابن شهيد وصراحة دائما كان على اتصال ويانا يعني كمؤسسة الشهداء وفترة من الفترات كان هو رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكان على اتصال مع مؤسسة الشهداء بكل تفاصيل يعني احنا ندعو انه يكون هناك اهتمام اكثر في ملف الشهداء الشهداء كان لهم الفضل الكبير على اسقاط النظام الدكتاتوري البائد والشهداء كان لهم الفضل الكبير على دحر داعش كل شهداء العراق يجب ان يعاملوا معاملة حقيقية ان شاء الله هذه الحكومة وتشكيل الحكومة بعون الله تعالى تتم وهناك ابن شهيد على رأس هذه الحكومة وهو اخونا العزيز استاذ محمد الشياء السوداني ويعرف معاناة الشهداء شنوية بالتأكيد احنا كمؤسسة الشهداء يعني املنا كبير بانه ان شاء الله المرحلة القادمة مرحلة تكون بها اكثر اهتمام بملف الشهداء خصوصا بعد اللقاء الاخير من قبل رئيس مؤسسة الشهداء بالاخ الاستاذ محسن علي اكبر المندلاوي النائب الاول رئيس مجلس النواب اللي واعد مؤسسة الشهداء ان يكون هناك اهتمام اكبر واكثر بملف الشهداء وذوي الشهداء دكتور احسنتم على التوضيح يعني البدل النقدي ستتقول عندنا مشكلة بالقطع الاراضي وبعض المحافظات ما هو البدل النقدي لان كان الشهداء او كامل الجرح موضوع بدل النقدي حدد القانون بمبلغ 83 مليون و50 مليون ايضا حدد قانون ضحاء الارهاب احنا صراحة ضحاء الارهاب خاطبنا بعض المحافظات انه نريد لانه اكثر المحافظات الجنوبية والوسطى تقريبا وزعوا قطع اراضي بالنسب اخذوا في اماكن جيدة وزعنا 6000 قطعة في واسط 7000 قطعة في بابل في ديالة في مراطق اخرى تم توزيع خاطبنا سادة المحافظين على موضوع الامن الغذائي لان تم تحديد 100 مليار لمؤسسة الشهداء لتوزيعها كبدل وحدة سكنية لمن لم يحصل على قطعة ارض موجود الان تم تمويل مؤسسة هذا المبلغ لا هذا ما يكفي ابناها هواية ماري داعتي امام المشاهد داعتي يعني بس هي قطرة في البحر صراحة واحنا صراحة بدنا اولا بوضع ضوابط السيد رئيس موسف الشهداء صلى الله واجه بانه يكون هناك ضوابط خاصة لتوزيع المبلغ اللي عنده اكثر من شهيد يعني شهيدين فما فوق ذوله اولوية اولوية لهم ويبدي بعدين حسب التسلسل الزمني المرضى كبار السن اللي عنده مشكلة ممكن يقدم على موضوع يعني ضوابط كاملة بعض السادة المحافظين يعني خصوصا بغداد احنا ما تم توزيع القليل يعني هذا يشكل من ضحايا النظام السابق لا ضحايا النظام السابق ماشي ما عندك مشكلة وشوهداء الحشد هم ما عندنا مشكلة الآن إذا تسألني احنا وزعنا منح العقارية لمنصوص عليه قانون رقم 2016 أكثر من 5000 عائل يستفادوا من منح العقارية 30 مليون مع قطعة أرض كذلك ضحايا جرائم حزب البعض لا زال هناك العديد منهم لم يستلم أنا قلت لك عندنا حسب البيانات الموجودة والعديد منهم استلموا يبقى موضوع ضحايا جاوبونا أنه ما عدنا قطع أراضي خلص لأنه القانون نص في المادة 13 في حال تعذر الدولة عن توفير قطعة الأرض يصار إلى بدل وحدة سكنية مقدار 50 مليون مادة 13 ثانيا نعم على مسقط الرئيس أي يعني إحنا 50 مليون شنوى هم لازم كن نطيع على شكل دفعات لأن المبلغ ما يكفي عشرة مليون عشرة مليون أي شي يعني صارت تحديدا فترات زمنية متباعدة فترات متزمنية يعني لأنه المبالغ يعني كل شي مهولة يعني الموازنة حددتنا بمبالغ معينة إحنا صراحة قلت لك يعني هناك أفكار كثيرة لدى الأخوة في مؤسسة الشهداء على تطوير الجانب الاستثماري إذا الجانب الاستثماري تم تقويته قدمت دراسة نعم قدمنا دراسة إلى الأمان العام المجلس الوزراء ونحتاج إلى قطع أراضي في أماكن جيدة نسويها مشاريع استثمارية حتى مؤسسة الشهداء هي تمول نفسها يعني هي تكون قادرة وقوية وتكون وأيضا مثل ما أنت حضرتك للدكتور الحازم إحنا نشغل ذوي الشهداء مو فقط نعينهم ونكون يعني تثقل يعني وضع الموازنة لدينا مساعي في موضوعة تعيين ذوي الشهداء في كل وزارات الدولة إحنا عدنا نسبة التعيين 25% من كل التعيينات 15% لشهداء جرائم حزب البعث وشهداء الحجر الشعبي و10% لضحاء الإرحال هذا ما نص عليه القانون الحمد لله الأخوة في مجلس الخدمة صار هناك اجتماعات مكثفة وياهم بيانات التعيينات اللي هذا الآن يتم تنسيق ويانا بيها بعد ما كو يعني الوزارات ممكن فتعين لأنه اجتهدت بعض الوزارات تطينا 5% شنو 5% يعني 25% 5% تطينا فإحنا الحمد لله سدينا كل الأبواب الآن مجلس الخدمة هي معنية في هذا الشي فإن شاء الله نشتغل على هذا الموضوع موضوع الآخر موضوع الامتيازات الامتيازات هي كثيرة صراحة يعني عدنا موضوع أن حق النقل من وزارة إلى وزارة من وزارة يعني أكو مشاكل بموضوع الاختصاصات يعني يعني أنت منتسب من مكان إلى مكان سواء كان دفاعه الداخلية أو الجزيرة يعني منتسب هو ومنتسب وحق النقل هذا مكفول قانونا إليه صح أنت كنت تنقله وتوديه هو منتسب يعني ماذا يجاوبك مع الكتب الرسمية يعني يعني أكو بعض الجهات في مفاصل وزارة كان أكو لقاقة باليومين مع وزير الداخلية مع السيد رئيس موسى الشهداء وكان تم التفاهم على هذه النقطة وإن شاء الله مستقبلا بعد تشكيل الحكومة راح يكون هناك يعني سرعة في الإنجاز أما في موضوع الدراسة طبعا إحنا مع وزارة تعليم العالي والبحث العلمي علاقتنا ممتازة وكان هناك أيضا يعني لجنة الشهداء والضحاء والسجناء سوى مقررات وتوصيات وطلعنا ابنتاء جيدة مع وزارة تعليم العالي هناك تعاون وتنسيق جيد مع وزارة الخارجية أيضا كان أيضا مؤتمر مهم جدا السيد وزير الخارجية كان متفاعل مع هذا يمكن أكثر وزارة طبقت قانون مؤسسة الشهداء هي وزارة الخارجية كمي؟ أنت استحقاقات وحقوق كثيرة ونقل أيضا إلى وزارة الخارجية من ذوي الشهداء اللي كان بعدد العصابع الآن لا الحمد لله يعني وزارة الداخلية الخارجية الخارجية أصبح يعني وجود لذوي الشهداء والمتضررين من جراء من حزب البعض حصائدكم منحة طلبة؟ دراسات العليا؟ دراسات العليا آلاف مؤلفة حصلوا ذوي الشهداء سواء كان بالعراق أو خارج العراق على مقاعد دراسية سواء كان ماجستير أو الدكتورات هو قناة قناة موجودة ثابتة هذا قناة موجودة ثابتة وإحنا ضامنينها يعني لذوي الشهداء ثلاث مقاعد مقعد لذوي الشهداء جراء من حزب البعض مقعد لشهداء الحجد الشعبي مقعد لضحاء الإرهاق وإذا ما موجود يعني على سبيل المثال حشد ما مقدم أو ما موجودين مثلا يتم تدويرها إلى نقل إلى هذا الشيء وبعد عدنا دراسات الأولية دراسات الأولية طبعا عدنا قسم الرعاية العلمية هذا القسم يهتم بالفئات الثلاثة يتم تقديمهم لكل الوزارات ومنحهم عشرة بالمية من المقاعد سواء كان بالمجموعة الطبية أو بالمجموعة الطبية ناقص خمسة طبعا يعني يعني تضاف خمس درجات لمعدلة هذا تضاف من الإعدادية باتجاه الجامعة شوفها يعني مثلا أولاد الشهداء جايبين خمسة وتسعين بالإعدادية من الإعدادية خمسة وتسعين يحتاج لهم بعد ثلاث درجات حتى ينقبلون بالمجامع الطبية فيتنافسون عشرة بالمية يأخذ من هؤلاء ويتنافسون بيناتهم منه أعلى درجة يأخذوهم يوزعهم على الجامعات العراقية النسبة وتناسب بيها من المشمول بها مو فقط المجموعة الطبية عندك سبع درجات على بقية المجموعات يعني سواء كان التربية أو آداب أو قانون أو بقية الأقسام بالكليات الموجودة يعني جيد إحنا عدنا مثلا بنظام البعد تم إعدام شخص نعم اللي هو مثلا سعدنا طالب طلع معدل خمسة وتسعين عده سبعة وتسعين عده جده أب وأمه حفيد هذا مشمول 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 يعني بهذه الحالة نوافة خمسة شوفاوه القانون حسب المادة عشرة من قانون رقم الثنين لسنة 2016 المادة في قانون ضحايا الإرهاب المشمولين هم والد الشهيد أو والد الشهيد الأخوة والأخوات الأبناء و لا والأخوة والأخوات هذولا مشمولين خلص قانون في قانون رقم الثنين لسنة 2016 أضيف الحفيد لأنه كان تدري أنت زمن يعني تراكمت عليه فالحفيد انشمل بهذا القانون فقط هؤلاء يستطيعون أن يقدموا للقسم الرعاية العلمية حتى يستفيدوا من موضوع الامتياز اللي وضعها القانون يعني هذا انت تروع بالتجاه يروح لرعاية العلمية يقدم طلب قسم رعاية العلمية موجود هناك الشعب موجود في كل المديريات عدنا منطعش مديرية عدنا في البصرة عدنا ثين مديريات في شمال بصرة وبصرة عدنا مثلا في محافظة ذيقار مديرية في كل المديريات موجودة في كل المحافظات السماوة كربلاء نجف بابل ديوانية واسط كل يراجعون عوائل الشهداء هناك قسم الرعاية العلمية هي الجهة المعنية دايراكت مرتبط برئيس المؤسسة هو يقوم بغربلة كل الأسماء وعملية هناك استمارة ألكترونية تم ملئها يعني وتدقيقها من قبل الأقسام الموجودة في دوائر العامة ومن ثم يتم رفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى يتم توزيعهم على الكليات والجامعات اللي يستحقون حسب المعدل والدرجة جميل بالنسبة المسائي دراسات المال أنتم قاعدت منحون المبلغ لو طالب فقط القبول نحن صراحة موضوع التخصيصات المالية عندنا في مؤسسة الشهداء كل السنوات كانت تخصيصات متعبة جدا يعني الآن في 2011 و12 كانت تخصيصات بال 400 مليار شوف بال 14 بال 15 8 مليار يعني أصبحنا مديونين لهيئة الحشد ولطلب اللي متعثين كانوا في خارج العراق من ذوي شهداء وزارة التعليم العالية تطلبنا 6 مليار وهيئة الحشد كانت تطلبنا 8 مليار وكنا يعني صراحة يعني في زاوية كل تخصيصات توقفت كل الوضع عدى الميزانية التشغيلية فقط كل الوزارات تتري بال2015 و16 نزل الأسعار النفط إلى أدنى مستوى يعني والعراق ميزانية تعتمد على هذا زيتوي فإحنا صراحة يعني هذا إحنا لذلك دائما نكرر ودائما نقول كل ما يكون ميزانية مؤسسة الشهداء متوفرة قوية أكيد راح نعكس على 100% يعني نقدر نسوي مجمعات سكنية الآن لدينا مجمعات سكنية متوقفة في بصرة في مناطق أخرى مبنية كاملة يعني بنية تقريبا 60% 70% طابعا نعم طابعا نعم كل هالميزانية وقفتها يعني فإحنا صراحة نأمل من خلال الأخوة في مجلس النواب اليوم خصوصا الحمد لله الآن يعني القوة الأكبر لطالة تنسيق داخل مجلس النواب نأمل إن شاء الله أن يكون هناك حضور فاعل وحقيقي لدماء الشهداء بجاهم اللي حقق هذه الإنجازات كلها حتى يكون لمؤسسة الشهداء ميزانية حقيقية تعكس الحقوق والانتيازات اللي نصع عليه القانون ويبقى ذوي الشهداء هم صراحة يعني الفضل الأكبر على كل العراقي بل على المنطقة يعني نحن نحتاج حتى إلى صندوق دولي كل هذه الأعمال الإرهابية اللي قاموا ببعض الدول سواء كانوا شقيقة أو غير شقيقة قاموا بتمويل الإرهاب عن طريق منظمات وعن طريق الرجال وعن طريق كل هؤلاء يجب أن يتم ملاحقتهم ومصادرة أموالهم ووضع في هاي الصندوق وتنعكس على ذوي الشهداء أحسنتم بالنسبة أكو سؤال مهم دكتور علي وطبع ما يقل أهم يعني ما طرح هذا الخدمة الله يحب رعاية الصحية نعم أكو بعض العوائل وصلت إلى مرحلة من من هول اللي وقع على هاي العائلة من الأب أو الأم خلال أصبعت منك أمراء قد العوائل هل مؤسسة الشهداء قامت بواجبة باتجاه هذه العوائل أكيد والله أكون صريح وياك يعني يعني مؤسسة الشهداء قلت لك يعني مشكلتها من 2014 إحنا سابقا نقول لك 2011 و2012 من كانت الموازنة قوية كنا نبعث عوائل الشهداء إلى خارج العراق لألمانيا للعلاج إلى دول كثيرة يعني كنا نرسلهم يعني الآن بما أنه المشكلة الحقيقية هو الأموال وعدم وجود تمويل كافي بالتأكيد أكو معانات ومعانات حقيقية أنا يوميا أقابل ذوي شهداء الحشي يوميا أنا بابي مفتوح شهداء جرحى يأتون إلى مؤسسة شهداء صراحة عاجزين يعني عن تقديم الرعاية عن تقديم لوش لأنه ما كو فلوس هذا من المفترض قلت لك لأنا لوش أنا جاء ناشد مجلس النوار جاء ناشد السيد رئيس الوزراء المكلف جاء ناشد كل الأخوة قادة الإطار التنسيقي أناشدهم أنه يكون لهم اهتمام يعني في موضوع ملف الشهداء الحكومة ناسية الشهداء حقيقة يعني هم يعني ذويهم الآن بأمس الحاجة إلى العلاج بأمس الحاجة إلى بيت لا أقبي ابن الشهيد يحتاج إلى رعاية علمية رعاية ثقافية رعاية صحيح هناك الآن مجموعة من مؤسسات تشكلت سواء كانت من المرجعية الدينية العليا ومن بعض المراجع الله يحفظهم في النجف الأشرف وفي كربلا وفي يعني كان هناك نموذج صراحة الناصر محاولات أيضا من قبل بعد مؤسسات المجتمع المدني مؤسسة العين نموذج عين أكو عندك مؤسسة بناء مساكن عوائل الشهداء مؤسسة مجتمع مدني يعني تبرعات من عدهم بناء أكثر من 400 مسكن لذوي الشهداء وطبعا هذا شيء مهم جدا يعني وأيضا لا ننسى أنه المنظمات المجتمع المدني بعلاقات ممكن أن تمتد أنا في الفترة الأخيرة كان كنا على ضيافة في بين كربلاء ونجف أثناء مسيرة الإمام الحسين عليه السلام كانت هناك مؤسسة من الجمهورية الإسلامية قادمة تصرت بنا قال نريد نقدم شيء لذوي الشهداء الشهداء الحجد الشعبي العبطال القادم يعني مثل شهيد أبو مهدي المهندس شهيد أبو تحسين يعني شهداء كثيرين يعني أبو منتظر المحمداوي آخرين يعني شهداء ذول العظماء اللي قدموا أنفسهم قرابين في الدفاع عن العراق ومقدسات العراق ففعلا كان مؤسسة اسمها مؤسسة راويان الفتح راويان يعني الرواية الفتح معلوم يعني فقدمت شيء جميل جدا يعني أثناء المسيرة الناس تمشي من نجف إلى كربلاء في عمود 785 مسوين معرض مالصور الشهداء تعريف بذوي الشهداء تكريم عوائل الشهداء بدروع وفتشيء خاص جايبين من المرقد المقدس الإمام الرضا عليه السلام بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء دائرة دائرة الشهداء الحجم يوميا يطلعون فتلقظة معينة عن المسيرة وعن ذوي الشهداء وعن معرض صور وفتشيء تخليد وعوائل الشهداء وفتشيء يعني هذا يعني هذا أبط ما يكون صراحة يثلس الصدر يعني مثل هذه الحكايات مثل هذه النقاط مهمة جدا يعني فأنا أدعو إلى مؤسسات المجتمع المدني يعني هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني تقوم بالدفاع عن حقوق ذوي الشهداء وترفع صوت عالي وسوى التظاهرات مثل قناديل الرحمة وآخرين يعني نحن نريد هاي المؤسسات تطور قدراتها وتظهر بعمل المؤسسات وتظهر بعمل وتساند مؤسسة الشهداء وإحنا نرحب بها يعني إن شاء الله نعتدر طبعا شكرا شكرا لك شكرا لقناة الأيام اللي توصل دائما رسالة الشهداء وحقيقة نحن داعمين إن شاء الله يفتخر المؤسسة ولأبناء وذوي المؤسسة إن شاء الله اللي دنقدم شيء جدا بسيط ولا يذكر أمام التضحيات اللي قدموها إلى حشد الشعبي وقوات الأمنية أيضا شكرا جزيلا دكتور طارق المدلاوي مدير عام دارة شهداء الحشد الشعبي التابع للمؤسسة الشهداء نلتقيكم بإمني تعالى ميدانيا وإنما من خلال برنامج تزاكم الله خير شكرا جزيلا إلى مشاهدين كما في ختام الحقيقة قبل تحية كادر البرنامج ونشكر الأخوان في مؤسسة شهداء وبالذات سيد رئيس المؤسسة الأستاذ عبدالله النائلي هذا الرجل جدا جدا متعاون معنا في كافة برامجنا إن شاء الله نتمنى للتوفيق في عمله وأن يكون فعلا نكون يد واحدة لتقديم الخدمة لهذه الشريحة المهمة تقبل تحية كادر البرنامج وأنا معدوة مقدم من البرنامج حازم الحم في عمل اللوح